السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم عن مستجدات قضية الطفل عدنان قاتل ومغتصب الطفل الملاك عدنان يعترف بمجموعة من التفاصيل حول الجريمة اللي ارتكبها بدمين بارد المتهم استدرج الطفل عدنان للبيت دياله ومليه سد الباب بسارو تدري خاف وجب داشرين ذالهم نجيبو باش يعطيها للمجرم حيث تظن مسكين انه ليس باي الفلوس وطلب منه ورغبه باش يخليه يمشي وبدي غوة ويصرخ باعلى جهد ويقاوم المجرم اللي يرفض يخلي سبيله ويخليه يمشي واثناء الفرار ديال الطفل استضم بعمود اسمتي موجود في بيت المجرم شدات الاستيضام خلت عدنان يفقد الوعي دياله ويخرج له الدم من راسه لكن رغم الاغماء ما اسلمش من وحشية المجرم اللي كانت غايته فقط يقضي الشهوة الجنسية دياله على طفل المغمى عليه والدم كيسيل من راسه وفي هاد الاثناء كان عدنان كيتنفسه بصعوبة الا ان المجرم ما تسوقش له وكمل الممارسة الجنسية له بوحشية وهو كيتلدد بالافعال دياله على ملاك فاقد للوعي ما قادرش يدافع على راسه في هاد الاثناء اسمع المجرم الضقان في الباب وطل القى صاحبه وقال لي هرجع من بعد ساعة لا عندي شي ضيف هنا والصديق قال الشرطة انه كان كيتصبب عرقا من اللي يهضر معاه مشى صاحبه ونضي المجرم واستعمل جافل لتنظيف ارجاء البيت باش يمحي اثار الجريمة النقراء ثم لف الطفل في بلاستيك وهو ما زال يتنفس وخنقه ببرودة دم حتى الموت وخباه في اسطح البيت ونتظر حتى الساعة الرابعة فجرا وخرج المكان خالي قريب من المنزل وحفر حفرة باش يدفن فيها الطفل في اليوم الموالي مشى المجرم عند حلاق الدرب حلاق اللحية ونقص من شعره وحيد النظارة الطبية ولبس لكماما باش ما يعرفوا حد سواء من الناس الجيران او من المحققين ورسل رسالة نصية اسامس لاب الضحية كي طلب فيديا 90 مليون واكتبها باللهجة المصرية لتمويه المحققين وتشتيت الفكر ديالهم حول هوية الجانب ظاهرة اغتساب لاطفال هي فعلا ظاهرة عالمية ولا تقتصر على بلد دون اخر وليست وليدة ساعة لكنها انتشرت انتشار واسع في الاوينة الاخيرة في وسط المجتمع المغربي بل اصبحت تتفاقم اكتر وتقض مضاجع الاسر المغربية استفحال ظاهرة اغتساب الاطفال وتعرضهم لعنف الجنسي اصبحت كثير القلق والفزع في قلوب الاباء والامهات كتهدد كيان المجتمع ككل وقدر به واحد ضرار بالغ مشي حيث هي من الجرائم الخطيرة فقط بل انها مفسادة اخلاقية ودينية وظاهرة ما خاصهاش تواجد في مجتمع كي تعتبر للأسف من المجتمعات الاسلامية ومن المؤسف اننا كنصفحوا الاخبار اليومية في مختلف وسائل الاعلام باش كنلقاوا كل يوم جريمة اغتساب الطفل او طفلة وكأننا اصبحنا في الغابة مع وحوش ادمية كتربص بالاطفال دينا كل يوم ولا من يحمي هالطفل او ينصفه او يوقف في الصف دياله ولا من يحرك ساكنا الاشخاص ساكتين الا القليل القليل والجمعية الحقوقية المتخصصة في حقوق الطفل غاصة في واحد النوم عميق كنوم اهل الكهف في حين الظاهرة كتنامة بشكل فضيع وهذا فقط مع الحالات المصرح بها اما الحالات غير المصرح بها في حديث ولا حرج حتى انها كتوصل الـ 80% وهذه الاحصائية هي رسمية واحصائية ديال المرصد الوطني لحقوق الطفل جريمة اغتصاب الاطفال هي من ابشع الجرائم خاصة نقرعه جرس الانظار في هذه القضية اللي كتقتل جيل المستقبل سواء من ناحية نفسية او المعنوية وكتضمر فيه كل ما هو جميل بل كتضمر كل شيء في هذا الطفل وكتخليه يكون حاقد عن المجتمع اللي ما نصفوش وما وفر ليش الحماية الكافية بل انه حسب بعض الدراسات ان هذه الجريمة كتولد لنا جيل من الشواد جنسيا سينتقمون لما فعلت بهم الوحوش الادمية يعني من بعض اللي كي يكبروا كينتاقموا بدورهم من اطفال اخرين ومن بعد هاد شيء كالقاوا راسنا موحد دوامة صعيب الخروج منها اغتصاب البراء او الطفولة هو مرض خبيت فيروس صعب المجتمع اللي كينعت نفسه بالمجتمع الاسلامي يحصر مجتمع كي يظن ان الاسلام كي اقتصر على الصلاة والصيام فقط مجاهلين العبادات والالتزامات مجتمع انهارت القيم دياله مبقى عارف ما يدير ولا ما يقول وليك يزيد الطين بلا هو ان القضاء له يد في انتشار هذا الظاهرة لانه يحمي المجرم بدلا من انه يحمي الضحية وذلك من اللي كيبرر ان سبب الجريمة وهو مرض نفسي او بمحاكمة الجاني بفترات قليلة بدريعة عدم احداث اضرار كثيرة مع ان هذا الجريمة انا معاقب عليها في القانون الجنائي اذا كيفاش دريعة انه هاد الظاهرة لم تحديد اضرارا كثيرة ارا هادك الطفل اراه تضمر ومليك نقول له هادك الطفل تضمر يعني مستقبل دياله او لمستقبل حتى من الاسرة اللي غادي يكونها من بعد واللي كيستفز ان هناك اللي كيرجع كيرجح الظاهرة الى الغرب والى العلمانية ولكن بالرغم من ان الغرب او يعني الدول المتقدمة يعني لا تخلو من هذه الظوائر الا ان القوانين في الغرب هي قاسية ومحقة كتخلي الانسان او المجرم لانه ما عم تسميه انسان كتخليه طريط ويفكر يعني كتير قبل ما يقدم على هاد الاعمال الاجرامية لان القسوة ديال هاد القوانين والشدة ديالها كتجاوز الحكم القضائي يعني احيانا السجناء هم بانفسهم كيعاقبوا مغتصي بالاطفال بشتى اساليب الزجر والرفض يعني هنا المجرم كيفكر الاف المرات قبل قبل ما يدير هاد الجريمة دياله لانه ما كيخافش من القانون بحد ذاته انه ما كيخاف من دكشي اللي هاد يجرى عليه في السجن لان السجناء من اللي كيعارفوا بان المجرم اللي يدخل معاهم الجريمة دياله هي اغتصاب الاطفال هنا كيتلددو بتعديبو بشتى الطرق وكشفت احصائيات المرصد الوطني لحماية الطفولة انه استقبل ما بين 2000 و 2009 حوالي 378 حالة اعتداء على الاطفال من بينها اكثر من 1000 شكاية كتتعلق بالاعتداء الجنسي على هاد الفئة العمرية وهذه الاحصائيات كتزاد سنة بعد سنة وهنا يجب دق ناقوس الخطر فعلا وبما اننا دولة اسلامية وكي نص الدستور على ذلك صراحة فيجب تطبيق اجد انواع العقوبة على كل من سولت له نفسه انه يلمس البراءة والطفولة وذلك عبر عقوبة الاعدام او انزال اقصى العقوبات الممكنة عليه يعني اليوم عندنا واحد دعوة لتشديد العقوبات على المغتصبين كيفما يحصل في امريكا في الدول المتقدمة كنتمنى ان هاد الدعوة تنتشر ويعني سواء من ناحية الاعلاميين الصحفيين او اليوتوبرز كنتمنى ان بحل هاد المواضيع ياخدوها بعين الاعتبار يعني ويتحدتوا فيها بزاف ويبحتوا ويحقوا في هاد المواضيع انا فعلا من الهنا حد عشر سنين يعلموا الله كيفاش غاد يكون المجتمع المغربي بكثرة هاد الجرائم اللي كنسمعوها كل دقيقة كل ساعة درجة ولا واحد الخوف واحد الرعب عند الوالدين ولا الخوف على الاطفال بشدة اتمنى والخير لبلادنا والجميع المسلمين ووليدات المسلمين والسلام عليكم والحمة الله تعالى وبركاته